تتوالى في الأوينة الأخيرة العملية الأمنية والعسكرية الاستباقية التي تنفذها القوات العراقية ضد خلايا وأوكار تنظيم داعش الإرهابي في العديد من المحافظات نصر جديد يؤكد جهاز المخابرات الوطني العراقي تمثل باعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في العاصمة بغداد إنجاز يضافه إلى سجل انتصارات العراقيين على قوى الإرهاب والتكفير الداعشي بعد أن نفذ واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية والنوعية نجاحا أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في بغداد وفي تفاصيل العملية التي أكد الجهاز أنها نفذت بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب فقد أسهمت في قتل 22 إرهابيا في صحراء الأنبار غربي البلاد وقادت إلى تحديد أهداف جديدة حيث وثقت المعلومات الاستخبارية للوصول إلى أن هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد وجاء في البيان أنه بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركات هذه الشبكة تم إلقاء القبض على عناصرها كافة واعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزم الناسفة والمواد المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عملياتهم الانتحارية تكتيكات غير تقليدية يؤكد خبراء أمنيون ما تسير عليه وتيرة العمل الأمني والجهد الوطني الكبير برؤى جهاز المخابرات الوطني والأجهزة الأمنية كافة للاستمرار في تطهير الأرض العراقية من براث الإرهاب نهج يصنعه أبطال العراق بعزم ووطنية لا تموت ترجمة نانسي قنقر